اشتركوا في القناة وبعلمنا بنا نغير هاي القاعدة تعالوا اخذ الاربع او الخمس قواعد المطلوبة مننا بسم الله القاعدة الاولى اضافة اس اللي هي القاعدة العامة لاحظوا كلمة كار سيارة شو صارت كار سيارات بوك كتاب شو صارت بوك كتب يلا لحالكم حلوا مع بعض هاوس بيت شو بتصير هاوسز شو مانا هاوسز بتصير بيوت بيرد عصفور شو بتصير بيرد عصافير دوك كلب شو بتصير دوك سكلاب بنلاحظ هون ملحوظة حرث الاس شو لفضنا هون كارز لفضنا زد بوكس لفضنا اس اذا حرث الاس لما احول المفرد لجمع يبنى الفضوية اما زد او اس خلصنا من القاعدة الاولى طيب نأيد كيف بتحول اسم من مفرد لجمع شو مانا مفرد سنجلر جمع بلورال شو القاعدة الاولى العامة اللي هي اضافة اس بتحول اسم من مفرد الى جمع طيب قاعدة رقم اثنين اللي هو adding اس اضافة ايش اس شوف الملاحظة اذا انتهى الاسم بواحدة من هدول يلا XO في لعبة اسمها XO عشان نتذكرها XO في بنت اسمها CC صاحبها اسمه CH نعيد اسم اللعبة XO اسم البنت CC صاحبها CH وبنت تاني اسمها SS وصاحبها اسمه SH نعيد XO CC CH SS إذا انتهى الاسم بواحدة من هدول بنضيف له ES لاحظة المثال الاول hero شو معنى hero بطل باش انتهت بحرف الO لما حولناها لجمع شو ضفنا heroes ديش شو معنى ديش صحن انتهت بSH لما حولناها لجمع ضفناها لES يلا لحالكم class انتهت بSS صارت classes بنضيف لها ES طيب تمام بتصير معناها صفوف fox باش انتهت بX ثعلة بتصير foxes kiss قبلة شو بتصير kisses يلا charge كنيسة انتهت بCH فلما ديحول لها جمع شو بنضيف لها ES branch فرع وغصن انتهت بCH شو بتصير branches ضفنا لها ES نعيد القاعدة الاولى يلا القاعدة الاولى اضافة S car بتصير cars book بتصير box القاعدة الثانية شو هي اضافة ES متى بضيف ES المقاطع الستة x o c c ch s s s h نيجي للقاعدة رقم ثلاث adding ves اضافة ايش ves طيب تمام نتعا نشوف الملاحظة تاعتها اذا انتهى الاسم شو هده الحرف F او F E نحذف هما يعني بحذف ال F وال F E وشو بنحلو بنكتب V E S ناخد المثال wife باش انتهت باش انتهت wife بF E شو سونا بال F E شطبناهم وشو ضفنا V E S self معناها نفس شو بنساوي بال F بشطبها وشو ضفنا V E S يلا البعديها كلمة knife بقراته الله بقراته الله بقراته كنايف هي knife انتهت بF E شو بنساوي بال F E بنشطبهم وشو بنضيف V E S يلا life باش انتهت بF E بنشطب الف E وبنضيف V E S wolf انتهت بF حرف الF نقلبه الى V E S thief معناها less انتهت بحرف الF بنشطب حرف الF وبنضيف V E S leaf معناها ورقة شجر انتهت بحرف الF بتصير leaves اوراق شجر ماشي نعيد القاعدة الاولى يلا adding S اضافة S car بتصير cars رقم اثنين اضافة E S نسأل حالنا سؤال ما تبضيف E S المقاطع الستة X O C C C H S S S H قاعدة رقم ثلاث اذا انتهى الاسم بF او FE شو بنسويهم بنشطبهم بحول الى V E S قاعدة رقم اربعة adding I E S اضافة ايش I E S هاي بتغلب الطلاب شوي يلا اذا انتهى الاسم شو هذا الحرف حرف الY اذا حرف الY قبله حرف علة شو هم حرف العلة O U E I A وبننضيف له S حرف العلة بيضلل زي ما هو وبضيف S طيب تمام اذا انتهى بحرف الY بحرف ليس علة لو واحد بقول لي استاذ عارفات طب ما انا معرفش شو يعني علة وليس علة علة عرفناهم هدول الخمسة الO والE والI والA والU ليس علة يعني باقي الحروف اي حرف تاني مش هدول شو بسوي بحرف الY بشطبها وشو بنضيف I E S خلنا اخذ المثال الاول لوري شاحنة انتهى بحرف الY تمام شو قبل الY حرف الR هل الR من هدول من ضمن العلة لا معنات شو بكون ليس علة اذا بقلب الY الى I E S اذا كلمة لوري بتصير ايش لوريز قلبناها الى I E S شوف المثال البعدي كلمة بوي ولد انتهى بحرف الY شو قبل الY حرف الO هل الO حرف علة نعم هيو اذا الY بتظلها زي ما هي بنضيف S اذا كلمة بوي شو بتصير بويز ليش حفظنا الY لانه قبلية حرف علة المثال اخير تري بعناها الصينية انتهت بحرف الY شو قبل الY حرف ايش الA هل الA من ضمن احرف الL نعم هيو مناطة الY بتظلها زي ما هي اذا تريز شو بتصير تريز طيب تمام القاعدة الاخيرة جينا للقاعدة اللي بتغلب منها الطلاب ولكن للأسف كثير طلاب بغلطوا فيها بتسأله شو معنى مان بتقول لك معنى مان رجل شو جمحها بقول لك مانز بقول له لا يا عمي الانجليزي مش زي العربي هون في بعض الاسماء بدنا نحفظها غيبا يلا بسم الله هاي الاسماء اذا السبعتاشر اسم مان لهم قاعدة لازم نحفظهم عن غيب مان معناها رجل جمحها من ومن امرأة جمحها ومن فت ها شو تلفظ هاي فت مش فوت نحكي احنا فوتبل نحكيش فوتبل فت جمحها فيت اقدام توث معناها سن جمحها تيث ماوس فقر جمحها مايس فقران لاوس بعد عنك كملة جمحها لايس تشايل طفل شو جمحها تشلدرن اطفال اوكستور جمحها اوكسن ثيران هسا لاحظوا هذول كلمتين كلمة شيب وفش كلمة شيب معناها خروف شو جمحها شيب اذا كلمة شيب تعتمل انها تكون مفرد وانها شو تكون جمع نفس الاشي كلمة فش وفش كلمة فش سمكة وفش تعني اياش سمك هسا نيجي لرقم من 14 لا من 12 ل 14 او من 11 ل 14 لاحظوا بايش انتهت الكلمة اس اي اس هذول الكلمات تنتم باس اي اس هاي كلمات لاتينية هاي الكلمة تلفظ فيسز اذا شو تلفظ هاي سز يلا قرؤوها فيسز اواسز اناليسز كرايسز لاحظوا لما حولناها لجمع الاس اي اس شو صارت اس اي اس يلا شو تلفظ فيسز جمحها فيسيز اذا لما صارت اس اي اس شو صارت سيز يلا شو هاي اواسز شو جمحها اواسيز اناليسز اناليسيز كرايسز كرايسيز ماشي اذا القعد شو بتحكيلي اي اسم انتهب اس اي اس عند تحويله لجمع الاس اي اس شو بتصير اس اي اس الاس اي اس تلفظ سز وهون شو بتلفظ سيز تمام فوكس تركيز جمحها فو سي داتم بيانة جمحها داتا كرايتيريون معيار جمحها كرايتيريا معايير اذا هيك احنا خلصنا كيف نحول الاسم المفرد لجمع تعالى نقراهم شكل سريع ونراجحهم اول حالة ادنج اس اضافة اس كار بتصير كارز بوك بتصير بوكس حالة التانية اضافة اس متى بضيف اس اكس او سي 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 اتش اس 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 اتش حالة الثالثة الاف اي وشو بنضيف في اي اس الحالة البعديها اللي هي حرف الواي الواي اذا قبله حرف علة هي احرف العلة او يو اي 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 بضله زي ما هو وبنضيف الاس لكن اذا الواي قبله ليس علة يعني باقي الحروف اي حرف غير هدول بنشطب الواي وبضيف اي اي اس وحكينا عن رقم خمسة اللي هي لازم انو نحفظها عن غيب نقراهم مع بعض مان جمحها من ومن ومن فوت فيت توث تيث حكينا الكلمات من حداش لاربعطاش تنتي باس اي اس طلفت سيز ده اجمحها بتصير سيز فيسز تيسيز اواسز اواسيز اناليسز اناليسيز كرايسز كرايسيز فوكس فو سي داتوم داتا كراي تيريون كراي تيريا وهيك خلصنا حلقتنا كيف نحول الاسم من مفرد لا جمع الان القاعدة العامة اللي كنا نعرفها اضافة اس بنسوي لها اكس بنصير نعرف قواعد نعرف علم تفكينا